شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية مساء أمس المباراة النهائية في فئة الفردي والتي يقيمت في ختام بطولة وزارة الداخلية تشالينجر للتينيس نعم جاء ذلك بحضور سعادة السيد صالح بن عيسى بن هندي مستشار جلالة الملك للشؤون الشباب والرياضة ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وسعادة السيد أيضا من توفيق المؤيد وزير الشباب والرياضة ومعالي الشيخ عبدالعزيز بن مبارك الخليفة رئيس الاتحاد البحريني للتينيس والسيد عبدالرحمن عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة شهد معالي وزير الداخلية بالإنجازات النوعية والمستويات المتقدمة التي حققتها الرياضة البحرينية بفضل الرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة وثمنا دعم واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومؤكدا في الوقت ذاته أن تبني سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة للعديد من المبادرات في المجلس الشبابي والرياضي شكل قفزة نوعية للمنظومة الرياضية شار معالي الوزير إلى المستوى المتميز للبطولة وزارة الداخلية للتنس والتي نظمها الاتحاد الرياضي للأمن العام على ملاعب نادي الضباط ومنوها إلى أن الروح الرياضية والتنافس الشريف والمستوى الفني المتطور لنخبة اللاعبين المشاركين أمر محل تقدير معربا عن شكر الاتحاد البحرين للتنس على تعاونه الفاعل وللاتحاد الرياضي للأمن العام وندي الضباط على الجهود المتكاملة التي قام بها وساهمت في إنجاح البطولة قد جمعت المباراة النهائية في فئة الفردي اللاعبين الروسي والهندي حيث حسم الثاني المباراة بنتيجة 1-6 و4-6 فيما كان الثنائي البرتغالي قد فازا بلقب فئة الزوجي قد تفضل معالي وزير الداخلية ورئيس الاتحاد البحرين للتنس بتتويج الفائزين بالكؤوس والهدايا التذكارية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة